أهلا بكي زينا أهلا بكم مشاهدين في فقرة جديدة من معرض الصحافة لنهار اليوم البداية مع صحيفة القدس العربي والتي أولت اهتماما بإقرار الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وحمل أعضائها الشار الحمراء احتجاجا على التذيقات الممارسة ضده ولفت مجلس النقابة إلى معاينته لانتهاكات جزيمة مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الطرافع وحق زيارة موكلهم والتذيق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس بكرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا حسب ما جاء في صحيفة القدس العربي قناة الجزيرة عبر موقعها الرسمي عبر النات تساءلت أي شرعية للانتخابات التونسية بعد إقصاء جمعيات رقابية تقول الصحيفة أعلنت تلهيئة المستقلة للانتخابات في تونس رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات وشيرة إلى تلقيها إشعارات من جهة رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس نبقى في ذات السياق من صحيفة إرمانيوز والتي قالت أن من بين الجمعيات المعنية بتلقي تمويلات أجنبية نجد منظمة أنا يقض المتخصصة في مراقبة الفساد وغير ذلك وجمعية مراقبون المتخصصة في مراقبة الاستحقاقات الانتخابية وأضافت ذات الصحيفة أنه لم يتم بعد تقدير حجم الأموال الانتخابية لهذه الجمعيات والمنظمات لكن الثابت أن الهيئة تعمل على أن لا يكون هناك تأثير خارجي على الانتخابات الرئاسية ونتائجها نقرأ لصحيفة الشرق الأوسط انتلقت اليوم فطرة الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية في الخارج لتتواصل إلى الثاني أكتوبر المقبل على أن يجري الاقتراع بالخارج أيام الرابع والخامس والسادس أكتوبر من الفين واربع وعشرين وبحسب الصحيفة يتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم وهم العياش زمال الموجود في السجن بتهمة تزوير وتواقيع انتخابية وزهير المغزاوي والرئيس قيس سعيد وبحسب الصحيفة لا تعكس الأجواء لدى الجاليات التونسية بالخارج استعدادا فعليا للحملة الانتخابية في سباق يهيمن عليه الرئيس المنتهي ولايته قيس سعيد السعي إلى ولاية ثانية ونقلت الصحيفة عن فريق حملة المرشح زمال أنه يتعرض إلى إقصاء ممنهج نهاية جولتنا الصحافية ندعوكم لمتابعة هذه الصور الكاريكاتورية وعودة إلى زينة في البلاتو